لو متابع اليومين دول هتلاقي مسلسل غزالي الصغير بيبي رايندر عامل ضجة وعملت زيد الحقيقة ناتفريكس أخيرا عامل بمسلسل حيفضل جوانا لفترة كبيرة رغم كم الرعب والأذى اللي هتتعرض له وانت بتتفرج عن مسلسل بس هيدور في بالك أسئلة كتير اللي كان أهمها عندي هل دني ضحية؟ أنا ضحى الورداني؟ وده ما تقفلمش السينما والدراما قادرين يحركوا فيك مشاعر مختلفة سواء بسبب التمثيل أو طريقة الإخراج والقصة عشان كده من البداية لو انت حاليا مودك مش تمام أو حس انك غير متزن اليومين دول يبقى نصيحة بلاش تشوف المسلسل ده واستنى تشوفه وانت أقوى نفسيا عشان ما تتقزيش خصوصا أن القصة حقيقية واللي كتبها وبيمصر الشخصية الرئيسية هو نفسه صاحب الأحداث دي كذب عامل الأول خالص علشان نفهم مع بعض نفسية دوني واحدة واحدة دوني أو ريتشارد جاد ساب الورا واللي قدامه وراح لندن على أمل انه يحقق حلمه بانه يكون ممثل كوميدي ناجح ولأنه لسه في مرحلة المحاولة خاطبته أقناعته ان هم يروحوا يقعدوا في البيت عند مومتها لكن ما بيقدرش يحقق النجاح اللي كان متوقعه وبينفصل هو خاطبته اللي هي بتسافر عشان تسعى لحلمها وهو لسه قاعد في البيت عند مومتها يعني احنا بنتكلم عن شاب مش بس مخترب من بلد لبلد لأ هو كمان يعتبر فاشل بقى لو أكتر من سنة بحققاش حاجة عايش في بيت أم خاطبته السابقة يعني حتى البيت ما كان مش أمان لو بالنسبة 100% نقدر نقول إنه شوية مهزوز ومش مستقر نفسياً ومادياً تخيله حد في وضع نفسي هش زي ده يقابل حد يؤمن بيه للمرة الأولى ويسنده ويشجع موهبته ويقعد يتغزل فيه وهو ده اللي حصله من مارسة اللي حتحول حياته لجحيم بداية معرفة مارسة بدوني من أول تصويرها واضح إنها حتكون معرفة حتشقلب الموازين باب البار بيتفتح مرة واحدة واحدة سمينة دخلة من الباب شعرها هيش شكلها حزين ومن قبل ما دوني يعرف أي حاجة عنها بيتعاطف معاها لمجرد إنه حسب بقسها أو إن بقسها أكبر من بقسه ما هو أصل إنك تشعر بالشافق على حد ده بيوسيك في همومك يعني حكا كده زي المثل الشعب اللي بيقولك اللي يشوف بلوة غيره بتون عليه بلوته بيكذب معاها أطراف الحديث بحكم إنه عام الفبار وهيزبونا لحد مبادرة لطف منه حتشقلب حياته تخيلوا كباية شاي أو صودة يكون نتيجتها 41 ألف رسالة على الإيميل 350 رسالة صوتية 106 صفحة من الرسائل وكومنس على مواقع التواصل الاجتماعي فجأة حد بيخترق حياتك بالغزب بيهددك بيعنفك بيتحرش بيك وبيلحقك في كل مكان أو ده اللي هيعيشه دوني أو ريتشارد بسبب مارسة اللي هترده في كل مكان حرفيا وهتفرد نفسها عليه في كل تفاصيل يوم ومع أقرب المقربين مارسة مش سوية نفسيا مرة شجع دوني وترفعه السماء ومرة تكون هي مصدر الرب والفزع في حياته بس السؤال هنا ليه استنى دوني عليها كل الفترة دي عشان يبلغ عليها بالمطاردة والتحرش الجنسية قد نمى وجوب مارسة كان وجوب مرة دي إلا إننا حنلاقي أول ما شاهد ظهورها ألوان الكادر فيها بهجة ونور زيادة ماشي مع دخولها من باب البار حرفيا من أول ما دوني يقول لها ما تلاقيش وإن المشروب على حساب البار في درجة إنهار زيادة بتحصل في الكادر لو تخياله الدنيا كلها بتبقى مظلمة من ورها ومرة واحدة النور بينور بتورينا تعلق مارسة بدوني وكأنه الشعر اللي استنتها عشان تمسك فيها خصوص نحياتها بتغرق ونفس النور ده بنشوفه بشكل مقابل من عند دوني وهو برضو بيبص المارسة لأول مرة هو بيحسوا إنه متشايف فيه نور حواليه حد متديله الاهتمام والتركيز الكل مسخر نفسه كليا عشانه حتى لو كان الشخص ده مش سوي نفسيا وبالمناسبة هو عنده شعور بده لكن عاطشه للاهتمام خلاه يعمل نفسه مش شايف لو جينا نشوف مصطلحات زي الإساءة والتلعب المرضي هنلاقي إن دوني مع مارسة ما كانش ضحية 100% بالعكس هو نفسه لعب على مارسة الأسباب مختلفة وطبعا بجنون أقل منها كان واحد بخطورة أفعاله لكن عاطشه للتأدير فعلا خسره كتير وقت ما ظهر بمارسة في عرضه الأول مرة ما كانش متقبل وجودها وبعدين لما شاف استجابة من الجمهور زود العيار شوية حتى لو بقى فيها بمهينة لها إلا إنه كان مبسوط بإن أول عرض كوميديله يتسبب أخيرا في دحك الناس في لندن وكان حس إنه فاشل تبصوا على شخصي بمارسة هي محامية سابقة ومدينة قبل كده سمينة وحيدة تخيروا لما تشوف بادرة لطفة من حد ممكن تتعلق بيه إزاي الفكرة إن مارسة كان عندها هواس شبقي كمان ناحية الدنيا تعبيرات ورغبات جنسية كتير كانت بتكتبها أو بتقولها بكل صراحة وحسب كلام علم النفس فالهواس ده بيجي للأشخاص المعزلين وده بيرجعنا لشكل بيب مارسة بيت في الدور الأرضي فوضى غير منظم مليان بهدلة كتير لكن وسط كل ده هتشوفوا شهادة تخرجها من الحقوق متعلقة على باب التلاجة أنتوا متخيلين شخصيتها؟ تمثيل جيسكا جانج مخيف لدرجة إنها حتصير في دورك تدور على مارسة الحقيقية بتنقل مشاعر التعلق والخوف والهوس والرغبة واليأس والحزن والوحدة والرغبة في الحب ببراعة وبالمناسبة ده حتى أداءها الصوتي هيل وده كان مهم جدا في اختار الممثلة اللي هتقوم بدورها لأن في رسائل صوتية كتير مارسة بتبعتها لدني هو بيودي اسمها وبيترتب عليها أحداث مارسة لما كانت طفلة كانت ضحية أسرتها اللي أهملوها وقضوا حياتهم في سرعوت السنين الأولى من نشأة الطفل بتأثر على شكل حياته لسنين طويلة بس على حسب قدرة كل واحد فينا بيقدر يتجاوز ده إزاي وبيعيش حياته بكراراته إزاي في اللي بيفضل عايش في مشاعر وخوف ويأسب سبسورته الطفولية وفي اللي بيحاول تتجاوزها بس مارسة لأ عشان كده لقب غزالي الصغير اللي كانت بتسميه بي دوني كان شبه اللعبة اللي هي كانت بتلاقي فيها الأمان اللي كان عندها وهي طفلة صغيرة ومزالب معها لحد سنها ده بالمناسبة مارسة تقريبا أكبر من دوني بفوق الخمسطاشر سنة تخيلوا واحدة أكبر منه خمسطاشر سنة يعني احنا بنتكلم على الواحدة تقريبا عندها حاجة وخمسين حاجة وستين ولسه معيها دمية اللعبة بتاعتها علشان تحس بالأمان وهي موجودة معيها في مشهب محاكمة مارسة المخرجين هيجيبوا مارسة وراء القبون وهي بتعترف بزنبها بس في نفس الكتر احنا هنشوف دوني فعمقه من بعيد وهو كمان عليه قبون حتى المشهد اللي بعديه على طول هو قاعد في البيت برضو هتشوفه هو عليه قبون لكن لو رجعنا المشهد المحكمة هتشوفه ان فيه دمعة حزن في عينيه وقت ما اتحكم على مارسة هو حقيقي متعاطف مع مارسة رغم كم الأذى اللي تعرض له منها يعني نقدر تقول انه عنده متلازمة ستوك هولم بشكل واضح كما يقول الكتاب مش بس كده ده كمان حيفتقد وجودها في حياته لدرجة انه هيعود يسلي وقته بانه يسمع رسائلها لي دوني في المسلسل اللي من سبع حلقات اللي هو نفسه ريتشارد اللي عاش سنين من المعاناة دي بسبب عدم قدرته على تمييز الناس بينجذب للأشخاص الغلط كانت المفاجأة ان ده سبب تعرضه للاختصاب من كاتب كبير كان بيعتبره أستاذه وخيفتح له أبواب النجاح لكنه فتح باب تاني وهو باب الشهور بالمهانة وبنحضر الزيت خصوصا انه في مشهد تمثيلي رائع بنشوف أطراف دوني بانه كان بيروح له هو عارف انه هيتم اختصابه على أمل انه يشغله فعلا وينجح دوني في البداية تم اختصابه وبعدين تم استغلاله وبعدين هو قبل الوضع ده وما تكلمش ومن هنا بدأت أزمة دوني النفسية في الشهور بالدونية والتراب على قطو الجنسية دوني أدمن مارسا أدمن كره لنفسه مش قادر يعترف في المسلسل انه صنائي الجنس رغم انه معترف بدا في الحقيقة يعني ريتشارد قال ده بنفسه في الحقيقة لكن في المسلسل ما قالش ده ما كانش عنده الشجاعة الكافية انه يتمسك بحبيبته تيري المتحولة جنسية طريقة سرد الأحداث والنقل بين الخطوط سواء في علاقته بمارسا أو تيري أو الكاتب أو حتى خطبته كان في منتهى السلسل والوضوح حقيقة من أفضل أطعاط المنتاجي اللي شفتها في الفترة الأخيرة في سلسل شديدة في العوالب وكلها واضحة ومش متدخلة وانت عارف تفهمهم بكل سلسل تصوير المسلسل مرعب في لقطات قريبة من وش الشخصيات مخيفة زاوية الكاميرا دايما بتقلقك وبتعرفك حالة الشخصيات يعني كلام دوني مع مارسا اللي رحلها البيت لأول مرة الكاميرا محطوطة عند ركبتهم الكادر طالع لفوق اللي اتنين زاويتهم مقلقة ومش مريحة حتى لما الكاميرا طلعت لفوق عشان تقرب على ملامحهم انت بتحس بالخوف حاسس بالفزع حاسس بالهوس والرعب والتوتر وبرده تصوير تطبع مارسا له في البر هتحس انه كأنه وان شوت الكاميرا ماشي معاهم ومحركتهم هتحس بخنقة وكأن مارسا بتحوطك انت شخصيا وده هينقل لك مشاعر دوني في اللحظة دي لحظة ما قبل استمتاعه بوجوب مارسا بعد ما خلصت في رجع المسلسل كان من ضمن الاسئلة اللي عندي هو وصنات المسلسل ده بالنسباله ايه تطهر ومواجهة للفترة السيئة في حياته ولا بيحاول من جديد يصير حياته بالأكشنال اللي مارسا دخلته ليه يعني بالبلد دي كده بينكش الحقيقة مش عارفة لكن لازم نعترف انه مش سهل تماما انه يعيش مشاهد دي من تاني ويمثلها بنفسه ودي خطوة شجاعة منه الانسان في لحظات الضعف سهل جدا يعمل افعال غلط في سبيل احساسه بالتحقق او الوجود النمل بيخش جوه الروح ومش بيرجعها سليمة تاني لكن سؤال الاهم ديك انت هل انت شايف ان دوني دحية مارسا؟ منا ليكم اختيارات صح؟ بس كده سلام